وهو فيما يتعلق بلعب النادي الأهلي صالح جمعة ودايما دايما般 الكلام على صالح على طول إنبارح بعض الأعلاميين أو الصحفيين قالوا أنه خلاص أيام صالح جمعة معدودة في النادي الأهلي يا جمعة الكلام دة غير حقيقي صالح جمعة موجود في النادي الأهلي وأتكلم معاكم بصراحة نتكلم بصراحة صالح جمعة لو ركز فنيا لو ركز فنيا وجاهز بدنيا حيبقى في الملعب حياخد فرصته ده تأكيد من المدير الفني كان فيه جلسة كده قدام أبن صالح جمعة ومستر فيلر وكابتن سهد عبدالحفيز وكانت الكلام في الاتجاه ده أنت لو جاهز فنية وبدنية أنا أحديك الفرصة ما عنديش أي مشكلة خالص بالعكس لعيب كبير والعيب مميز صالح جمعة ما حدش يختلف على ما هوبتو الأهم أنه هو يكون مركز حتة أيامه معدودة ومش معدودة ده كلام غير حقيقي حتى البعض لما قالك أيام صالح جمعة معدودة واحتمال كبير جدا يمشي مع نهاية الموسم أي لعب مقايد في صفوف النادي الأهلي في القائمة الأفريقية بالتحديد ففرصه أكبر للبقاء مع النادي الأهلي بمعنى بمعنى أن النادي الأهلي عنده مكانين بس حيدعم فيهم في شهر يناير حيشيل اتنين ويحط اتنين يعني شيل اتنين لعيبة ويجيب اتنين لعيبة الأولوية حتكون لمن؟ للعابين اللي ممكن ما يكونوش مقايدين في القائمة الأفريقية يعني مثلا حتشيل محمد محمود يعني ده الأقرب الله أعلم هم ده قرار جاسفاني أو هم هيقرار لكن المعطيات بتقول كده حتشيل محمد محمود لأنه هو أصلا مش مقايد أفريقيا لأنه مصاب للأسف الشديد لعيب كان مهم واحد حتحط مكانه مين؟ حتحط مكانه أحد اللاعبين اللي انت حتكرر أنهم يكونوا موجودين في القائمة محلية عشان تأيدهم فين؟ في القائمة الأفريقية لأن ده التسلسل الطبيعي فالفرصة قائمة لصالح والكل اللاعبين اللي أكيد نفسهم أن هم يكونوا متواجدين في النادي الأهلي وأي لعب يرغب في التواجد داخل النادي الأهلي طالما هم قايد أفريقيا ففرصته أكبر أنت مش عارف الظروف حتبها ماشي زي عمال دار بطولة أفريقية إصابات بتتعرض لها إقافات كلام منتا الجهاز الفني عايز يمعها كم كبير من اللاعبين الجاهزين والمميازين عشان يقدر يتصرف فيهم بالتحديد في الهدف الأساسي لنادي الأهلي هذا الموسم بص من الآخر كده نقول الدوري أفريقيا هي الهدف الأساسي لنادي الأهلي بخلاف طبعا البطالة الأخرى للأهلي بيسعى طبعا للتتواج بها فقصة صالحة جمعة الراجل الموجود يا جماعة والفترة الجاية بإذن الله بإذن الله يكون جاهز جاهز بدنيا وفنيا ومجرد جهازيته بإذن الله حيكون ليه دور خصوصا في الزل توالي المباريات وضغط المباريات الفترة الحالية في مختلف البطالة بالنسبة لنادي الأهلي الموضوع الثاني وهو فيما يتعلق بالانتقالات